طيب ماتش النهاردة بقى مختلف على المباراة اللي تلعبت من 22 أو 23 سنة أو 63 يعني 63 سنة اللي النهاردة بنلعب في كأس العالم للأندية ومباراة مع أجيال مختلفة بالتأكيد ليه الفريق البرازيل لذلك بنضمني دلوقتي على الهاتف المعلق الرياضي الكابتن أحمد عبدو كابتن أحمد مسائل فل مسائل فل أحمد مسائل فل عليك وعلى كل جماعيات المدل أهل أهلا بيك وبالتأكيد عايزين نتكلم على فريق فلورومانسي البرازيلي فريق صعب جدا الناس بتتكلم على معدر أعمار سنية بتتكلم على لاعبين يمكن أبرز لاعب وأهم لاعب مثلا المهاجم عنده 40 سنة فليب ميلو يعني فريق كبير جدا والمدير الفني كمان كان بيلعب في الدور البرازيلي الفترة الأخيرة والدور انتهى وواجه ابن تونو إليفيرا المدارب البرتغالي كان بيقود الآله في فترة سابقة وخسر منه فأنت عنك تفاصيل مش مع حد فمحتاجين نسمع بينك بقى كل التفاصيل لا أهو طبعا لو من انسي لو تعرف كان في 2008 عسل نهاية كاتل بريتادوريس وخسر براكلات الترجيح من ليجا ديكيتو أو أعتقد كان فريق كوادوري عفوا ليجا ديكيتو لكن البطولة دي كان هم الموشن ده كل تركيزهم منصب عليها بطولة تدربهم في فرناندو دينيز ده مدرب عامل حالة في أمريكا الجنوبية ككل لأنه إذا كنت إنت مثلا تابع أسلوب ديب وارديولا أسلوب ميكيل أرتيتا كارلوان شلوتي كل مدرب من المدربين في دلوقتي أنواع مختلفة من أساليب اللعب أساليب اللعب اللي هو إيه الإسلوب اللي أنا بألعب به يعني يختاروا كل طريق على حسب مصطفات العديد فهو فرناندو دينيز حاليا من المدربين المهتمين جدا بأسلوب زي اللعب اللعب التموضوعي أو التمركوزي اللي هو بيب وارديولا على سبيل المثال هو أستاذ فيه يعني إيه ده ببساطة يعني الإسلوب اللي بيلعب به أقرب لإسلوب سانداونز لأن إسلوب سانداونز مستنسخ من هذا الإسلوب اللي بيتبعه فرناندو دينيز وفرناندو دينيز يعتبر هو من الناس اللي طورت هذا الإسلوب وشاهد أنه بيتطفق مع مواصفات اللعب القادة بالأمريكا الجنوبية اللي هو اللعب اللي بيلعب خورة الصلاة اللي بيلعب خورة في الشارع اللي عنده مهارات على سبيل المثال هذا الإسلوب ممكن يتطفق جدا مع لعب اللعب المصري لكن ليه مميزات وليه عيوب بالتأكيد عيوبه مثلا أنك ممكن لو لعبت بنفس الإسلوب ده حتتعب الفرقة اللي قدام وريزارك فرناندو دينيز اللي هو مدرب فلمانينسي أكتر مدرب فاز عليه هو مدرب بيلعب بنفس هذا الإسلوب اللي هو ريناتو جاوشو مدرب جريميو برضو اللي كان شارك في كاس العالم 2017 وكان فاز باللي برتد ورس برضو مع جريميو ريناتو جاوشو وريناتو بورتالوبي ففريق له من الفرق الجيدة لكن أنا ما بقولش أنه مثلا أنه فريق الأهلي أقل منه بالعكس البرازيليين في تحليلهم للقاء الأهلي والاتحاد أشهدوا في التنبيه وقالوا أنه المسألة 50-50 يعني ما فيش أفضلية لفلمانينسي عليه قصة السن يعني فيه كلام كتير على مثلا فابيو حارس المرمى 43 سنة فليب ميلو 40 كينوت الـ 34 مرسلو 35 جيرمان كانو 35 يعني نتكلم على 5-6 لعيبة متوسط الأعمار كبيرة لكن مؤديين رائعين لأسلوب اللعبة ومش أقل من أي لعب أصغر منهم وإذا كان هما في الفريق فيه عناصر كبيرة في السن فيه عناصر طغيرة يعني أنت عندك جون أرياس صغير في السن جون كينيدي صغير في السن عندك ليما صغير في السن لا فيه عناصر عندك الباكرايت مرسلو مرسلو على سبيل النساء الخبرات كبيرة جدا ده خمسة جاس عالم الأندية خمسة دوري أبطال أوروبا فإحنا القصة كلها دلوقتي حتكون مش في السن القصة كلها زين تكفاري حتقدر تواجه أسلوب اللعبة ده لأنهم أولا بيلعبوا على الاستحواز يعني الاستحواز بيلعبوا على الاستحواز وبيبدأوا الهجمة من الحارس بيبدأ الحارس فابيو أبو 43 سنة ده بيلعب رجليه كواس جدا بيبدأ يحط كرات من تحت أو بيبدأوا الهجمة بالفعل من تحت بيجمعوا خمس ست سبع لعيبة ناحية الكرة دايما وبيسيبوا الناحية الثانية فابيو سماما جاملوا زحمة في المرعب لو قطعت الكرة منهم أي جهة الهجمة دايما الكسافة العدازية لهم بتكون ناحية الكرة احنا مش هنتكلم بتكتيج جامد عشان برضو الناس تبقى مستوعبة معنا أكيد دايما الجهة اللي فيها الكرة هتلاقي فيها زحمة زحمة جدا ولذارة لما فرناندو دينيز كان مدرب سان باولو مثلا ولعب نص نهائي كاس البرازيل مع ريناتو بورتالوب بجريميو كانت الشكل اللعب كل واخد جنب واحد الفرقتين في جنب واحد من الملعب كان شكل اللعب غريب فممكن الناس تستغرب ازاي خمسة ستة سبع لعيبة ثمن لعيبة من كلها ناحية الكرة لكن بيطلعوا بالكرة بطريقة مميزة بطريقة السلسة وسهلة جدا طيب هم عندهم مشكلة فلط الدفاع لا ما عندهم مشكلة عندهم آه بيدخل فيهم جوال كتير يعني مثلا استقابلوا جوال كتير جدا هم مثلا لو هم في السابع هم تقريبا وفريق تاني اكتر فريق في السابع مراكز دي دخل فيهم جوال في دور البرازيل لكن هو كان كل تركيزه على الليبرتادورس مش على الدوري هم لانه البطل الليبرتادورس بيلعب برضو في الليبرتادورس السنة اللي جاي مصبوط فبالتالي هو كان تركيز الفريق منصب على بطولة الليبرتادورس لانه كان عارف انه المنافس على الدوري صعبة جدا ناكت ما فيش حد بي نفس على كل البطولات يعني هو يقول انا هاخد الدوري اوكي بركز في بطولة الدوري منشاطي وحاجات هم كانوا ممتاز مهاجم خطير فان شاء الله لو تم اختيار اسلوب اللعب المناسب الاهل يعمل ماتش كويس وان شاء الله يفوت طيب سؤال اخير يا كابتن احمد هما خلصوا الدوري من حوالي اسبوع عشر ايام هل انهاية الدوري بالنسبة له ممكن يكون اجهاد دلوقتي ولا هما استعدوا جيدا لان الفرق الزمني حوالي عشر ايام بالعكس بالعكس احنا السنة اللي فاتت لعبنا في لامينجو كان في بداية الموسم كان في اسوأ حالاته يعني في لامينجو وللأسف طبعا احنا يمكن فرقة النازل الهل ما ادريتش استغل الفرصة والحالة اللي عليها فريق في لامينجو يمكن برضو تضييع الفرص تضييع بينها التي كانوا يخلي نتيجة ثلاثة واحد يعني تفاصيل بسيطة هي الحسن يعني التوقيت مختلف ما بين مواجد فلامينجو او مواجد فلورمانسي كان بداية موسم السنة اللي فاتت وما كانتش فرقة فلامينجو في افضل حالاتها البدنية لكن دلوقتي فلامينجو لما رجعوا فلامينجو السنة اللي فاتت بدايتهم تلات وحشة فاقالوا المدرب اللي هو بيتور سريرا اللي هو مدرب الورتغالي وغيروا وجابوا مدرب تاني كان نكمل فداله يعني لكن في لامينجو بيستعدوا البطولة دي بطريقة كويسة لانهم من الفين واتماشر ما كسبوش البطولة دي من الفين وتلات واشر لغاية دلوقتي الفرقة دايما الاوروبية هاي اللي بتكسب البطولة دي فاخر فريق كان كورينتيان واحنا كنا لعبناه في الفين واتماشر والاهل يخسر منه واحد صفر بس وقبل كده اتنين واحد من من انترنسيونال وبعد كده العيد مع فالميرس المباراتين يعني دي سادس موجه وان شاء الله يكون اول فوز الاهلي على فريق بنزيد ان شاء الله بإذن الله كابتن احمد وابتمنى كل توفيق للفرقة يا رب ان شاء الله كابتن احمد عبد المعلق الرياضي الكبير بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وضقة مهمة جدا في التفاصيل متعلقة بفلورومينسي ابرز اللاعبين توقيت نهاية الدوري والاستعداد لمواجهة الاهلي هما في الطوف فورم والاقل كذلك في الطوف فورم بعد الفوز على اتحاد جدا اتمنى النهاردة نشوف مباراة كبيرة جدا ويكون التوفيق حليفي النادي